في إطار الالتزام بتنفيذ توجيهات الحكومة الموقرة بتسريع وتيرة التحول الرقمي انطلقت أعمال ملتقى بحث ودراسة خطط التحول الرقمي في الجهة الحكومية للعام 2022 هذا واجأ الملتقى تماشياً مع القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر بضرورة تسريع الجهود الوطنية في مجال التحول الرقمي الحكومي الشامل تعزيزاً لما تم إنجازه من عمل تقني متطور جداً وتماشياً مع ما تسير به المملكة من تطور وتقدم كبير في مختلف المجالات جاء ملتقى بحث ودراسة التحول الرقمي في الجهة الحكومية 2022 ليعزز ويطور من سرعة التحول الرقمي الشامل في العمل الحكومي بما يحقق أهداف المملكة الوطنية ويسهم في تسريع وتيرة العمل والإنجاز في خطط وبرامج الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية هذه طبعاً الملتقيات التي قمنا بعقدها مع الجهات الحكومية هدفها هو تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الموقر نحو التحول الشامل للخدمات الحكومية للخدمات الإلكترونية وبمتابعة اللجنة العلياة تقنية معلومات والاتصالات نهرف طبعاً من خلالها إلى تعزيز والاستمرار في الإنجازات التي تحققت مآخراً مثل ما نعرف احنا تم المدفوعات الإلكترونية وصلت إلى مليار ومئات مليون أكثر من ثلثة خلال عام 2021 فمنذ الجائحة مع القرارات صار هناك تحول فعلاً كبير جداً في الحكومة فهدفنا طبعاً اليوم نحن عندنا 1600 خدمة 600 منها محاولة إلى خدمات الإلكترونية نحن نسرع من هذه الوتيرة ونضمن إنجاز هذه القرار بأسرع وقت ممكن فنضع الخطاط خلال فترة السنوات القادمة بحيث أن تكون الأولويات تهتم بما يهم المواطن والمستثمر وتكون خدمات حسب هذه الأولويات لقاء اليوم جاء تكريساً لقرارات مجلس الوزاع المقر بخصوص الإسراع في مسيرة التحاول الرقمي في حكومة مملكة البحرين لذلك تم التواصل مع شركائنا في الجهات الحكومية لأقد نوع من الاجتماعات على مدى أربعة أيام مع أكثر من 45 جهة حكومية تعرفون على خطط التحاول الرقمي في هيئة المعلومات الحكومة الكترونية نطلعهم على الأهم المشاريع الاستراتيجية المبادرات الإلكترونية عمية تطوير الخدمات الحكومية من طريقة تقليدية طريقة الإلكترونية وكذلك معرفاتهم بأهمية مسيرة التحاول الرقمي في مملكة البحرين 28 جهة حكومية شاركت في أعمال الملتقى اجتمعت لبحث تعزيز وتطوير عملها والتشارك البنائما بينها بهدف الوصول إلى التحول الرقمي الشامل وتحقيق التطلعات الحكومية المرجوة في هذا المجال وفق أطر سليمة ومنظمة وخطط عمل واضحة من قبل كافة الجهات الحكومية لتشمل كافة خدماتها المقدمة الملتقى هذا يشكل فرصة لتبادل الأفكار وتعرف على التطور التي وصلت لكل جهة حكومية وخلنا نقول مشاركة التجربة مع الجهات الحكومية الأخرى بالنسبة لنا كوزار الصناعة والتجار والسياحة نحن عندنا مبادرات أيضا خلال الفترة الجاية 2022 و2023 أهمها سجلات 3.0 ونظام الصناعة الجديد وتطوير العنظمة الداخلية أيضا فهذه الملتقى إن شاء الله سيكون فرصة مهمة للوزارة ولباقي الجهات الحكومية لمشاركة وتبادل الأفكار نحن اليوم في وزارة الإسكان سعيدين بالتواجد في ملتقى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية للربط الإلكتروني للعام 2022 حقيقة هذه الملتقى يكتسب أهمية كبيرة من ناحية الربط الإلكتروني الشامل بين الوزارات المعنية وكذلك التكامل من ناحية تبادل المعلومات والبيانات وتكامل في جانب توحيد المواصفات الفنية المشاركون في الملتقى استمعوا إلى عرض موسع من قبل الهيئة حول دورة حياة تطور الخدمات الحكومية الإلكترونية إضافة إلى عرض حول مسيرة التحول الإلكتروني على مستوى الخدمات الحكومية وأبرز الأنظمة والمشاريع المنفذة والتي أسهمت باستمرار عمل المنظومة الحكومية وتقديم خدماتها للمستفيدين منها دون انقطاع التحول الرقمي نهج وطني شامل تسير وفقه حكومة مملكة البحرين بتعاون وتشارك بناء من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية تؤسس له هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بعمل احترافي وتقني متقدم جدا يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين